اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولا تموتن الا انتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نقص واحدا وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا جزيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والارفان ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاتقوا الله عباد الله وتزودوا فان خير الزاب التقوى عباد الله سورة عظيمة انزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم فمن قرأها وتعملها وتبذرها وتفكر فيها وعمل بما جاء فيها كان من السعداء في الدنيا والاخرة سورة على وجازة الفاظها لكنها تحتوي على كل ما يحتاج الانسان في هذه الدنيا وما يكون بعدها في الدار يقول سبحانه وتعالى هو العصر وهذا قصم من الله عز وجل حيث اقسم بالوقت والله جل وعلا يقسم بما شاء من عباده اما المخلوق فلا يجوز له ان يحلب بغير الله عز وجل بقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلب بالله او ليصمت وقد اقسم الله سبحانه وتعالى في الوقت تأكيدا على المخلوق عليه وعلى المقسوم عليه وقال جل وعلا ان الانسان لفي خسر اي جميع الناس فالانسان هنا جنس يشمل جميع البشرية فجميع الناس بخسارة مستمرة دائمة الا ما يذكر من الاستثناء بعدها ان الانسان لفي خسر ابيدهم واسودهم عربهم وعجبيهم كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وانذاهم عنيهم وفقيرهم كبيرهم وصغيرهم كلهم في خسارة مستمرة ثم قال سبحانه وتعالى الا الذين امنوا فذكر اربع صفات من اتصف بها كان ممن سثنية من هذه الخسارة العظيمة المذكورة فالصفة الاولى صفة الايمان الا الذين امنوا قولا واملوا اعتقادا امنوا بالله سبحانه وتعالى بوجوده وبرغويته وبالوهيته وبيسمائه وصفاته واملوا بالملائكة وبالكتب المنزلة وبالرسل الله عز وجل وامنوا باليوم الاخر وما يكون فيه من احوال وما يقدمها من امور وامنوا بالقدر خيره وشره فهؤلاء الذين امنوا ايمانا يزيد بالداعة وينقص بالمعصية ثم قال سبحانه وتعالى وعملوا الصالحات هي صفة اثانية بعد ايمانهم يزدادون في الاعمال الصالحات وان كان العمل داخلا في مسمى الايمان لكنه افرر هنا لاهميته لان الايمان يزيد بالداعة كما انه ينقص بالمعصية وقد جاء في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى وحبه فإذا احذبته كنت سمعه الذي يسمع به الاخر حديث فبذلك تليل على ان العبد صالح يزاد يتقرب لله سبحانه وتعالى باداء الواجبات والفرائف واجتناب المحرمات والمبرهات ثم يجتهد في العبادات من النوافل منها كالنوافل الصلاة والنوافل الصيام والنوافل الذكر وسائر النوافل من العبادات ثم ذكر الله سبحانه وتعالى سفر ثالثة وتواصل بالحق أي هؤلاء الذين آملوا عمل صالحات وكملوا أنفسهم بالإيمان والعمل صالح يسعون لإكمال الثائر الناس بدعوتهم إلى هذا الحق الذي هو الإيمان والعقل الصالح وتواصل بالحق وذكر سبحانه وتعالى صفة الرابعة وتواصل بالصبر لأن هذه العمال ثلاثة وتلك الصفات الثلاثة لا تكون إلا بالصبر ولذلك قال وتواصل بالصبر فمن تحلى بهذه السفات الأربعة كان ممن يسثني من هذه الخسارة العظيمة وإلا فهو داخل بالخسارة كما قال سبحانه وتعالى إن الإنسان بخسر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولساهر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله أمي ألو تراتلو قارو تلقو إما لأم قال من قابو يا إن الإسلامية ديناني ديناني ألو تلما قطي دين فويلة فونة للإسلامية ديني ألو تلقى صلى الله عليه وسلم تدينة دفن لما أمي هيرو يصرف فينا الدنيا نكياما تدين صلى الله عليه وسلم ألو تلقى قرآن لدي تدين صلى الله عليه وسلم كان يالي خصو نمو من تولا أقوى كان يصرف نمو من كيف قدو أمي هلقى يصرف ألو تلقى سورة بن القرآن قنا أيضا سورة العصر ألما والشاقية رحيمة الله ألو تلقى سورة بن القرآن لديكياما 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر